رياضية الثالثة هي عملية ضرب عملية ضرب مصفوفتين خلي نجزئها بشكل تالي أو عملية الضرب على المصفوفات خلي نجزئها إلى ثلاث خطوات الخطوة رقم واحد خلي أخذها أولاً لو كان عملية ضرب سكيلر عدد في مصفوفة يعني سأولاً لو كان عدنا عملية كي خلي نسمي كي هو كونستانت هذا كونستانت ضربت في المصفوفة أي فكان عدي مصفوفة أي هي أم في أن عملية كي في أي معناته أن كل عنصر من عناصر المصفوفة أي رح يضرب بمقدار قيمة الكونستانت اللي هو مقدارة كي يعني خلي نفترض أنه أي تساوي خمسة ثلاثة ثنياً واحد سبعة ستة هذه مصفوفة هي عبارة عن اثنين في ثلاثة كان المطلوب هو أوجد ثلاثة أي يعني أوجد إذا كان هذه أي فأوجد مقدار ثلاثة أي وكأنه شنو أوجد المصفوفة الناتجة من عملية ضرب كل عنصر من عناصرها في ثلاثة فإنه شرح يكون عندي أقول ثلاثة أي تساوي كل عنصر من عناصر هذه المصفوفة رح ينضرب بمقدار قيمة الكونستانت الثلاثة فرح يصير هذه خمسة عشر تسعة ستة ثلاثة واحد وعشرين ثمانتاش فأقول هذه الناتج اللي يعني فبالتالي الملاحظة اللي عندنا هنا إنه عملية ضرب مصفوفة بكونستانت إنه كل عنصر من عناصر المصفوفة رح ينضرب بهذا الكونستانت مع بقاء على نفس السيز المصفوفة يعني الناتج من عملية الضرب هنا رح يبقى هو مصفوفة والحجم مال التالي ناتج مالتها هو النفس الحجم أو السيز المصفوفة الأصلية هذه خلي أقول أنه الخطوة أي أو الخطوة رقم واحد من عمليات الضرب أولا إذا كان عندي فقط ضرب كونستانت في مصفوفة بي خلأ اخذ الخطوة الثانية هي عملية ضرب في مصفوفة في مصفوفة وهنانا رح اجزاءها الى نقطة بي وسي الخطوة بي اول نقطة انه لاجراء عملية ضرب مصفوفة في مصفوفة لازم يتوفر عدي شرط انه عدد الاعمدة في المصفوفة الاولى يجب ان يساوي عدد الصفوف في المصفوفة الثانية فالشرط اللي عدنا سأل هنا انه انا عندي مصفوفة اي هي ام في ان وعندي بي مصفوفة ثانية خلأ سميها سي في دي هدولي حجميا لمصفوفة الاولى السايز مالتها ام في ان والثانية سي في دي القاعدة اللي عدي حتى اجراء عملية الضرب يجب ان يكون عدد الاعمدة في المصفوفة الاولى اللي هو ان دائما نضرب صفي عمود يعني السايز مالتها المصفوفة هو متفق عليها صفي عمود صفي عمود فالشرط اللي عدنا انه يجب ان يكون عدد الاعمدة في المصفوفة الاولى هذه هذه عدد الاعمدة تساوي عدد الصفوف في المصفوفة الثانية فيجب ان يكون هدول المساوين اقول شرط عملية الضرب للمصفوف تيان يجب ان يكون عدد الاعمدة في المصفوفة الاولى ان يساوينا عدد الصفوف في المصفوفة الثانية إذا تحقق الشرط بعد عملية الضرب الناتج هي مصفوفة السائز مالتها المتبقي اللي هو منه هي M في D فأقول عملية الضرب ما بين هذول المصفوف راح يولد لي مصفوفة متى ما تحقق الشرط أن يكون عدد الأعمدة في الأولى يساون الصفوف الثانية راح يولد لي مصفوفة خلي أسميها Z هذه المصفوفة السائز مالتها المتبقي اللي هو منه M في D إذن خلي أخذ هسأ أولا لو كان عملية ضرب Vector Matrix في Vector Matrix خلي أفترض أن المصفوفة اللي عندنا A هي عبارة عن Vector Matrix متكونة من صف واحد اللي هي A11 A12 A13 هسأ هذه هي مصفوفة Vector Matrix متكونة من صف واحد فأقول السائز مالتها واحد في ثلاثة على اعتبار أنه صف واحد لكن ثلاثة عامدة إذن المصفوفة الثانية اللي هي B هي هم Vector Matrix عناصرها هي عبارة عن B11 B12 B11 B12 B13 هذه Vector Matrix متكونة من شنو؟ من عمود واحد إذن شنو السائز مالتها هسأ هذه كم صف ثلاثة في واحد إذن هسأ خلي أنتبه الشرط متحقق هنا لإجراء عملية الضرب نقول أنه لإجراء عملية الضرب أي في البي الـ A هي واحد في ثلاثة في البي اللي هي ثلاثة في واحد الشرط اللي عندنا أنه لإجراء عملية الضرب يجب أن تكون عدد الأعمدة في الأول تساوي عدد الصفوف في الثاني بما أنه الشرط متحقق فرح أقدر سأجرع عملية الضرب آلية الضرب هسأ بيناتهم تساوي أولا لإجراء عملية الضرب أضرب صف في عمود وفي كل خطوة أضرب وأجمع يعني هسأ الناتج مننا أولا هو مصفوفة قلنا المتولد الشي راح يكون هي مصفوفة ناتجة من عملية الضرب السائز مالتها المتبقي من البقية يعني راح أحذفها سهل ثلاثة والثلاثة اللي هو شرط الضرب سيبقى عندي واحد في واحد واحد في واحد وكأنه أنا عندي أنصر واحد راح يكون فقط هو موجود وين بالمصفوفة باعتبار صف واحد بعمود واحد خلنا نشوف هسأ هذا شوء حصل هسأ آلية الضرب راح تكون أولا A11 في B11 اقول هسه هذي A11 زائد A12 في B12 زائد A12 زائد A13 في B13 هسه بعدين هذول كلهم راح اجمعهم فالناتج من عملية هسه الضرب راح يكون شن هو انصر واحد يعني هسه مثلا خلي نفترض ان المصفوف مالتنا اللي هي فكتر ماتريكس واحد في ثلاثة عناصرها واحد ناقص خمسة صفر والمصفوفة B اللي هي سائزها ثلاثة في واحد عناصرها هي كولوم ماتريكس واحد اثنين صفر هسه اريد اضربهم قلنا الشرط متحقق اللي هو باعتبار عدد الاعمدة في الاول يساوينا عدد الصفوف الثاني فاقدر اجري عملية الضرب هسه الناتج من عددهم اقول A في B تساوي العنصر الاول واحد في العنصر الاول واحد زائد العنصر الثاني سالب خمسة في اثنين سالب عشرة زائد صفر في صفر صفر اجمعهم هسه هذول باعتبار هذول كلهم ضمن قوس اجمعهم الناتج هي ماتريكس واحد زائد السالب عشرة زائد الصفر سالب تسعة فهسه عملية ضرب مصفوفة متكونة من سطر واحد سينجل رو في سينجل كولوم هي عبارة عن ماتريكس متكونة من عنصر واحد فقط وقلنا سايز مالتهم راح يكون هو عبارة عن شنو المتبقي من حجم المصفوف ديان على اعتبار انه راح ألغي هذي مع هذي شي بقى عندي هو مصفوفة هي واحد في واحد